الحديث عن فساد الأحزاب في العراق حديث ذو شجون لا تنتهي قصة من قصصه حتى تبدأ أخرى فإساءة استخدام السلطة من قبل السياسيين من أجل تحقيق الربح الخاص وزيادة سطوتهم وثرواتهم يتزايد يوما بعد يوم حتى تحول الأمر إلى ما يمكن تسميته بتجارة النفوذ لمنح مزيد من التمييز الذي سمم الحياة في العراق وتسبب في تخلفه فقد أكد مسؤولون محليون في عدد من المحافظات الجنوبية سيطرة أحزاب مسلحة على الاقتصاد في محافظاتهم من خلال السطو على المشاريع الاستثمارية والمنافذ الحدودية وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي إن هناك أحزاب تمتلك أذرع مسلحة تعمل على السيطرة على اقتصاد المحافظة مرة من خلال إثارة المشاكل وبالتالي المتاجرة بالسلاح ومرة أخرى من خلال فرض وجودها في المنافذ الحدودية وأضاف الغالب أن ذلك يتم من خلال استخدام القوة سواء كانت قوة تحريك بعض العشائر التي تنتمي لها أو من خلال التهديد بشكل مباشر مبينا أن أغلب المشاريع والمنافذ الاقتصادية في المحافظة أصبحت تحت سيطرة وسطوة الأحزاب المتنفذة من جانبه كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل صلاح غفجاني عن قيام فصائل مسلحة تابعة لأحزاب بإدارة الكثير من الصفقات الاقتصادية داخل المحافظة بدوره قال عضو مجلس محافظة القادسية جعفر الموسوي إن هناك الكثير من المشاريع سواء الاستثمارية أو مشاريع المساطحة التي تمنحها دائرة البلدية تذهب لمن هم في السلطة وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يمتلكون أجنحة مسلحة ويحوزون المشاريع لهم أو لأتباعهم وهكذا فقد كرس انفلات السلاح وسوء الإدارة والعمل وفق الأجندات الخارجية على تخريب النظام المؤسساتي ونهب المال العام وبالتالي فتح الباب على مصراعيه لفشل مشروع الدولة في العراق